بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايقات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة الطلبات الصناعية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم ستة واربعين صباح الخير على كل طلبنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرس جغرافي على مستوى الجمهورية واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوه من الكمال النهاردة يكون في دياقاتنا للحلقة التانية مستر عاطف اسماعيل أستاذ الجغرافيات صباح الخير يا مستر شرفنا واتشرفنا كالعادة هتكلم طلابك النهاردة عن ايه ان شاء الله نكلم عن المقاومات الطبيعية المؤثرة على قوة الدول جميل حلقة موفقة ان شاء الله حبيبا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شبابنا النهاردة وشاء الله بنتكلم على المقاومات الطبيعية المؤثرة على قوة الدول اللي لازم تعرف اني هناك عوامل طبيعية ممكن تأثر على قوة الدولة سلبا او اجابا يا ترى ايه المقاومات اللي ممكن تأثر على قوة الدولة هنشوف مع بعض ادي عنوان الدرس المقاومات الطبيعية المؤثرة على قوة الدولة اول عامل ممكن يأثر على قوة الدولة طبيعيا واحد الموقع ونتكلم عنو بالتفصيل ان شاء الله في حلقتنا النهارة رقم اتنين المساحة هل المساحة ممكن تأثر على قوة الدولة طبعا احنا قلنا قبل كده اني بتختلف مساحة دول العالم ما بين دول عملاقة في المساحة زي دولة روسيا الاتحادية ودول قسمية اكيد المساحة الكبيرة غير المساحة الصغيرة العامل رقم ثلاثة اللي ممكن يأثر على قوة الدولة هو الشكل والدول لها اشكال متعددة ممكن نلاقي دولة مستطيلة الشكل بتمتد من الشمال الجنوب او دولة مستطيلة تمتد من الشرق للغرب ممكن نلاقي دولة واخد شكل اقرب الى الشكل الدائري او الشكل المربع دي منسميها شكل مندامج او منتظم ممكن نلاقي شكل اخر للدولة نلاقي الدولة مجزئة ممكن تبقى مجزئة بحريا عبارة عن مجموع الجزر او مجزئة بريا ده هيأثر على قوة الدولة نجد نتكلم على العامل رقم اربعة ونتكلم على التضاريس اللي هي السهول والجبال والهضاب المرتفعات بواجه عام رقم خمسة المناخ ممكن يأثر على قوة الدولة رقم ستة العامل اخير هو النبات الطبيعي كلنا عارفين سنة تالتة ان النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدقل الانسان فيه هو النبات ممكن يأثر على قوة الدولة ابن ستر احمد اكيد نبات طبيعي ده بينقسم اما غابات او حشائش طب الحشائش ده ممكن تأثر على الدولة طبعا دي مراعة طبعية تمام مراعة طبعية تربية حيواني انتاج البان اصواء السروا الحيوانية سروا حيوانية فبتساهم في نمو اقتصاد بعض الدول زي سوراليا والارجنطين يبقى عندي ستة عوامل طبعية ممكن تأثر على قوة الدولة ان شاء الله النهاردة بنتعرف مع بعض على اول عنصر وهو الموقع طب لابنين يتكلم على الموقع بيقول لي الموقع ده له انواع واحنا اخدنا قبل كده سنة ثالثة ان الموقع ده ممكن يبقى موقع فلكي هو موقع جورف جميل ممكن الموقع يبقى موقع فلكي وممكن يبقى موقع جورف طب يلا نفكر بعض كده يعني ايه كلمة موقع فلكي قال لي الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة دوائر العرض جميل لخطوط الطول ودوائر العرض طب حد فاكر يا سنة ثالثة كام خط طول في الكرة الارضية وكام دايرة عرض في الكرة الارضية طب وازاي خطوط الطول ودوائر العرض ممكن تأثر على قوة الدول نفكر بعض كده ادي عندي الكرة الارضية واخدى الشكل دا انا عندي هنا خط جرينتش بيفصل بين النصف الشرقي والنصف الكرة الغربي عندي 180 دايرة عرض ايسف خط طول شرق جرينتش وعندي 180 خط طول غربي جرينتش يبقى 180 زائد 180 يقدر عدد خطوط الطول بحوالي 360 خط طول طب خطوط الطول دي بتفدنا في حاجة اكيد ممكن من خلالها بنحدد المواقع ومن خلالها بنحدد الوقت الزمن اذا انت ممكن تعرف الزمن بين دولة ودولة من خلال خطوط الطول اه ازاي قال للفرق بين كل خط طول واخر اربع دقايق بمعنى لو قلنا الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تقع على خط طول 45 شرقا القاهرة عاصمة مصر بتقع على خط طول 30 شرق يبقى الفرق بين الرياض وبين القاهرة خمستاشر خط طب احنا اتفقنا ان الفرق بين كل خط والتاني اربع دقايق فبدول خمستاشر فاربع بايه بالستين دقيقة يعني لو الساعة هنا عندنا في القاهرة الساعة عشرة تبقى الساعة احداشر هناك طيب دوائر العرض عندي هنا خط اسمه خط الاستواء خط الاستواء ده بيفصل بين النصف الكرة الشمالي والنصف الكرة الجنوبي طيب عدد دوائر العرض تسعين شمال خط الاستواء وتسعين جنوب خط الاستواء طيب بتفيد في حاجة دوائر العرض اكيد طبعا برضو بتحدد من خلال هالمواقع وكمان دوائر العرض دي تعتبر اكتر اهمية بالنسبة لنا احنا في دراسة الجغرافية ليه لان دوائر العرض يا سنة تالتة هي اللي بتحدد الملامح العامة لمناخ الدور يعني كل ما بنقرب بالخط الاستواء كده الحرارة بتزيد بعد عن خط الاستواء الحرارة بتقل وبالتالي اتأثر عن نشاط البشر للسوقيات ازاي تأثر عن نشاط البشر للسكان يعني لو قلنا هنا مناطق قطبية ده برضو طول السنة جليد معظم شهور السنة ده هيحد من فعالية النشاط البشر يقلل من نفس الوضع بالنسبة لمناطق الصحراوية تمام مناطق الصحراوية الحرارة شديدة الحرارة والجفاف هيحد يقلل من فعالية النشاط البشر لم يكون المناطق بقى معتادلة هيزيد من فعالية النشاط البشري ويساعد على قوة الدولة وتقدمها كما هو الحال في معظم دول حوض البحر المتواصل يبا النهاردة بنتكلم على المقاومات الطبعية المؤسرة على قوة الدولة وانا عندي ست عوامل ابتدنا بالموقع واسمنا الموقع الى موقع فالكي وموقع غرافي يعني موقع فالكي انه هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوار العرب ايهما اكتر اهمية في الدراسة لو قال لي ايهما اكتر اهمية خطوط الطول ولا دوار العرض اقولوا تعد دراسة دوائر العرض هي الاكتر اهمية لسببين السبب الاول قلنا بتحدد الملامح العامة لمناخ الدولة اتنين بتأثر على النشاط البشري بالسكان جميل ننتقل بكم من الموقع الفلكي الى الموقع الجغرافي وقبل ما نتكلم عن الموقع الجغرافي سنة ثلاثة لازم تعرف ان دوائر العرض ممكن بتزداد في الدولة مستر احمد اللي هي مستطيلة الشكل اللي بتمتد من الشمال للجنوب يعني لو قلنا دولة دي زي دولة شيلي في قارة امريكا الجنوبية هتلاقي واخذة اكتر من دايرة عرض فكل ما بنطلع فوق كده بنقرب من خط الاسواء الحرارة بتزيد ننزل تحت الحرارة بتقيل طب لو الدولة مستطيلة بقى بتمتد من الشرق للغرب مش هيتعدد فيها دوائر العرض ولكن يتعدد فيها خطوط الطول وبالتالي هيتبين فيها الوقت زي دولة روسيا الاتحادية اللي هي اكبر دول العالم في المساحة 17 و 6 من 10 مليون يعني قد مصر حوالي 17 و 6 من 10 بتلاقي التوقيت في اقصى الشرق غير التوقيت في اقصى الغرب ليه؟ لان فيها خطوط طول كتير من الشرق الغرب يبقى بنقول الموقع الفلكي والموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض افتفقنا ان خطوط الطول عددها 360 خط طول قلنا بتفيد في تحديد الوقت لان الفرق بين كل خط واخر 4 دقايق لما نيكلم عن دواري العرض قلنا 90 شمال خط الاستواء و90 جنوب خط الاستواء وقلنا دواري العرض اكتر اهمية من من خطوط الطول لانها بتحدد الملامح العامة لمناخ الدولة واتأثر على نشاط البشري للسكان ننتقل بكم للموقع الجورافي الكلام مش جديد على ودننا احنا سمعنا قبل كده ان الموقع الجورافي هو الموقع بالنسبة للياب سلماء يعني الموقع بالنسبة للياب سلماء في دول بتشرف على مسطحات مائية تشرف على بحر احنا بنسميها دولة بحرية في دول اللي بتطل على بحر ولا على محيط طب نسميها ايه اللي داخلية او حبيسة يبقى لما نيجي نقسم الموقع الجورافي هنقسمه الى نوعين من الدول دولة داخلية حبيسة يعني يا مصر احمد لما ينيني تكلم على الموقع مين الجورافي قلنا هو الموقع هو الموقع بالنسبة لليابس والماء جميل بالنسبة لليابس والماء وهنصنف الدول حسب اليابس والماء اللي نغين من الدول اللي هتطل على ماء هنسميها دولة بحرية طب اللي داخل اليابس بنسميها دولة الداخلية او حبيسة ونعرف حالا يعني ايه دولة بحرية او دولة حبيسة تمام انما المسطحات الماء المفتوحة زي البحر المتوسط ايه دي البحر المتوسط لو بصينا كده سنة تالت هنلاقي البحر المتوسط ده متصل بالمحيط الاطلنتي عن طريق فتحة هنا اسمها ماضيك جبل تار يبقى ده مسطح مائي مفتوح تمام عند البحر الاحمر برضو اعتبر مسطح مائي مفتوح أتمام جميل لأنه بيتصل بالمحيط الهندي هنا عن طريق مضيك باب المندب وخليك عدم يبقى إيه الدولة البحرية؟ قلنا دولة تشرف على مسطحات مائية مفتوحة زي مصر دولة بحرية زي المغرب دولة بحرية يبقى أي دولة تطل على بحر أو محيطها نسميها دولة بحرية طيب سؤالنا يا مسترحة أيهم أفضل من ويجة نظرك؟ الدولة البحرية أم الدولة الداخلية الحبيثة؟ أكيد البحرية أكيد البحرية طيب ليه الدولة البحرية أفضل وأحسن؟ مفتوحة على العالم جميل مفتوحة على العالم نقطة مهمة جداً يا سنة ثالثة أن الدولة البحرية البحر ده وسيلة اتصال بالعالم الخريكي مضبوط يعني أخذ سفينة من ميناس كندرية أروح إيطاليا أروح أسبانيا أروح فرنسا أي مكان كمان بنقول أن الدولة البحرية موقعة مهمة لأن فيها سروات بحرية فيه سروات مائية وراد بيقول ليه هو فيه سروة في الميا طبعاً سروة سمكية ممكن نلاقي بترول وغاز في المياه الضحلة مزموط ممكن نلاقي أسفينج موقعين بحرية يبقى إذن هنا الدول البحرية أفضل من الدول الحبيثة الدول الحبيثة يبقى لو قال لي صح وغلط أن موقع الدول الداخلية أفضل من الدول البحرية أقول له العبارة خطط الدولة البحرية أفضل لعدة أسباب قلنا رقم واحد وسيلة اتصال بمين؟ بالعالم الخارجي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي طب رقم اتنين بها سروات قال لي بصروات بحرية مختلفة رقم ثلاثة قال لي زيادة الاحتكاك الحضاري زيادة الاحتكاك الحضاري بين الدولة البحرية والدول الأخرى يبقى لما نجي نتكلم عن موقع الجرافي بنقسمه إلى نعين موقع الجرافي في دول داخلية حبيثة ودول بحرية المقصوبة الدولة البحرية قلنا هي الدولة التي تشرف على مستحات مائية مفتوحة وقلنا سنة ثلاثة ان الدول البحرية موقعها أفضل من الدول الداخلية الحبيثة لان الدولة البحرية قلنا دي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي تتمتع بصروات بحرية مختلفة وزيادة الاحتكاك الحضاري بين الدولة البحرية والدول الأخرى تبسوا أنا مسترحة تفضل هل بتتشابه الدول البحرية من حيث اشرف على المياه؟ لا بتختلف بتختلف حسب مساحاتها يعني احنا هنقول بتختلف الدول البحرية من حيث اشرف على المياه بمعنى ان في دول بتشرف على البحر بجهة واحدة جميل وممكن نلاقي دولة بتشرف على البحر بجهتين وممكن نلاقي دول بتشرف على البحر من جميع الجهات احنا بنساميها دول جزرية دول ايه؟ جزرية يعني لو بصينا المصر هنا هل لقياها دولة بحرية بتشرف على البحر؟ الأحمر ومتوسط جميل بجهتين نفس الوضع هنا المغرب هي دولة بحرية بتشرف على البحر المتوسط وبتشرف على المحيط الأطلنطي ممكن نلاقي دولة بتشرف على البحر بجهة واحدة زي دولة موريتانيا زي السودان بتشرف بجهة واحدة زي في قارة أمريكا الجنوبية عندي دولة هنا اسمها دولة شيلي بتشرف على المحيط الهادي بجهة واحدة زي سوريا العربية دولة سوريا هنا في المكان ده بتشرف على البحر بجهة واحدة قلنا ممكن نلاقي دول بتشرف على المياه من جميع الجهات زي اليابان دولة جزرية زي المملكة المتحدة زي مدى غشقر زي جزر القمر إذن هنا لما نيني تكلم على الدول البحرية أقوله هي أفضل من الدول الداخلية الحبيسة لعدة أسباب وسيلة اتصال بالعالم الخارجي قلنا رقم اتنين تمتع الدول البحرية بصروات مائية مختلفة وزيادة الاحتكاك الحضار بين الدولة البحرية والدولة الأخرى صح والغلط تتشابه الدول البحرية من حيث يشرف على المياه؟ قلنا غلط ليه غلط؟ قلنا بتختلف الدول هناك دول تشرف على البحر بجهة واحدة قلنا زي سوريا وشيلي زي السودان وده يا مصر أحمد بقى يعني هتوقف على نظرتك أنت للخريطة لما يجي سؤال يقول لي اختر الجابة يقول لي صح والغلط يبا لازم أنا أبص على الخريطة وأشوف كويس الدولة دي هي بتشرف بجهة واحدة ولا بجهتين طب لو قال لي هناك قاسم مشترك سؤال صح والغلط هناك قاسم قاسم عامل عامل مشترك بين الموقع الجرافي لمصر والمغرب هل في عامل مشترك بينهم؟ الاتنين بيطلوا على البحر المتوسط؟ جميل كلا هما دول بحرية وكلا هما دول بحرية تشرف على البحر بجهتين يعني مصر بيطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر عندي المغرب بيطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلاط حاجة كمان مهمة جدا في الدولة البحرية من الصراحة احنا ممكن لقي دولة بحرية ودولة بحرية أخرى ولكن لقي موقع دولة أفضل من موقع الدولة الأخرى مزموط رغم أنه هما الاتنين دول بحرية والاتنين بيطلوا على مستطحات مائية طب إيه العوامل اللي بتتوقف عليها أهمية الموقع البحرية؟ قال لي يتوقف أهمية الموقع البحري على عدة عوامل السؤال هوت يا مصدر أحمد قلنا بيتوقف أهمية مين الموقع البحري على عدة عوامل أول عامل طول الساحل بمعنى إيه طول الساحل؟ كل ما الساحل يبقى طويل طويل كل ما بيزيد الأهمية ليه؟ هيبقى فيه أماكن مواني أكثر أماكن الصد منها سمك أكبر أماكن نقدر أن نحن نقب على السروات الموجودة في المياه بشكل قطع طب اتنين قال لي الظهير الساحل لها الظهير الساحل لها طب لازم نقف هنا لحظة بقى يعني إيه ظهير؟ أنا عايز أفهم يعني إيه ظهير ساحلية؟ قال لي هي المنطقة اللي خلف الشط أو خلف الساحل بمعنى برضو هيتضح هنا من خلال الرسمة عندنا قادي فرع دميات ورشيد عندنا في المكان ده ساحل البحر المتوسط عندي هنا في المكان ده فيه خليجين ده خليج اسمه خليج العقبة وعندي هنا خليج اسمه خليج السويس تمام يا ترى أيهما أفضل خط الساحل أو السواحل أو الظهير الساحلي للبحر المتوسط لمصر والله الظهير الساحلي للبحر الأحمر البحر المتوسط؟ قال لي البحر المتوسط أفضل والسبب في كده مستر أحمد أن هنا فيه جبال اسمها جبال البحر الأحمر فبينلاقي هنا بص كده الظاهير الساحلي ماله ديء صغير عكس مين ساحل البحر المتوسط الظاهير الساحلي واسع نتيجة لعدم وجود جبال فيبقى فيه سورة في الاتصال بين كل أجزاء الدولة وخط الساحل يبقى هنا يتوقف أهمية الموقع البحر للدولة على عدة عوامل واحد طول الساحل كل ما الساحل يطول كل ما الأهمية تزيد اتنين الظاهير الساحلي لها رقم ثلاثة بقول لي أهمية المسطحات المائية طب برضو هنقف لحظة إيه أهمية المسطحات المائية إحنا ممكن نلاقي مسطح مائي أفضل من مسطح مائي آخر فيه أفضل منه فيه في الصروات اللي موجودة فيه وده يعني هيتضح لنا بشكل كويس في منطقة شبه الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية بالتحديد يعني قدي هنا قدي البحر الأحمر واخد الشكل ده قدي خليج العقبة ودي خليج السويس ودي البحر الأحمر وده مضيك باب المندب ودي عندي هنا في المكان ده المملكة العربية السعودية السعودية من الدول اللي بتشرف على البحر بجهتنا مصرح زي مصر بتطلع الخليج العربي بتطلع البحر الأحمر طب يا ترى الظاهير الساحلي للخليج العربي أفضل للمملكة العربية السعودية ولا البحر الأحمر قال لي لأ عندي هنا أهمية المسطح المائي في الخليج العربي أفضل ليه لأن هنا في بطرون في سهل الإحساء عندي هنا البحر الأحمر هو مسطح مائي ولكن بتزداد أهمية المسطحات المائي للخليج العربي عند البحر الأحمر يبقى النهاردة بنتكلم على المقاومات الطبعية المؤسرة على قوة الدولة وقلنا عندي ستة عوامل ممكن تأصرها قوة الدولة ابتدنا بالموقع واسمنا الموقع إلى موقع فلكي وموقع جورا فاكر يعني موقع فلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض صح ولا غلط إن خطوط الطول أكتر أهمية من دوائر العرض قلنا غلط دوائر العرض أفضل طب ليه دوائر العرض أفضل قلنا بتحدد الملامح العامة جميل الملامح العامة لمناخ الدولة اتنين قلنا بتأثر على النشاط البشري للسكان ممتاز بصراحة طب الموقع الجورافي فاكر يعني إيه موقع الجورافي قلنا هو الموقع بالنسبة لليابس والماء والماء طب أسمنا الدول حسب اليابس والماء لنوع من الدول دول حبيثة جميل دولة داخلية حبيثة دول بحرية ودول بحرية طب يعني دولة بحرية قلنا الدولة التي تشرف على مستفحات مائية كبيرة مفتوحة أو مفتوحة تمام أما الدولة الداخلية قلنا تقع داخل اليابس ولا تشرف على مسطح ماء هل تتشابه الدول البحرية من حيث اشرف على الماء قلنا غلط قلنا هناك دول تشرف على البحر بجهة واحدة واحدة زي سوريا وشيلي والسودية الموريتانيا قلنا ده توقف على نظرتك للخريطة قلنا دول تشرف على البحر بأكتر من جهة بأكتر من جهة بجهتين قلنا زي مصر زي السعودية زي المغرب زي فرنسا وغيرها من الدولة وهناك دول تشرف على البحر من جميع الجهات بنسميها دولة جزرية قلنا زي اليابان قلنا زي اندونيسيا قلنا جزيرة مدغاشكر زي المملكة المتحدة جميل اتفقنا كمان أن الدولة البحرية أفضل من الدولة الداخلية الحبيثة لثلاث أسباب قلنا بتتمتع بصراط بحرية واتصلها بالعالم الخارجي وزيادة الاحتكاك الحضاري يلا نشوف يا نصر أحمد بالنسبة للدول الداخلية الحبيثة جميل يعني ايه دولة داخلية حبيثة قال الدولة الداخلية الحبيثة دولة تقع داخل اليابس وليس لها اتصال مباشر بالبحر المبتوح بمعنى قادي عندي هنا خريطة القارة إفريقية عشان الكلام يبقى أوضح شوية عندي هنا قادي قارة إفريقية واخدى الشكل ده وان شاء الله هنشوف مع بعض بشكل أفضل من خلال الخريطة اللي أنا عرضها على الشاشة عندي هنا دولة مصر دي دولة بحرية تحت مينة السودية دولة بحرية عندي هنا دولة ليبيا دولة بحرية لأنها بتطلع على مين على البحر المقاصر عندي هنا دولة تونس دولة بحرية بتطلع على البحر المقاصر الجزائر دولة بحرية المغرب دولة بحرية تحت ليبيا هنا مصر أحمد فيه دولة اسمها دولة تشاد دي دولة حبيثة ليه دولة حبيثة اللي بتطلع على بحر ولا على محيط هنلاقي هنا دولة وهنا دولة وهنا دولة وهنا دولة يبقى دي دولة داخلية حبيثة طيب دولة تشاد دي اتصالها بالعامل الخارجي يكون ازاي قال لي لازم تمر عن طريق الدول المجورة لها يعني هي في هنا ناس عايزة تروح إيطاليا يبقى لازم يعد على لبي طيب المسلمين اللي عايزين يعملوا حجة وعمرة وروحوا المملكة العربية السعودية لازم يعد على دولة السودان يبقى اتصال الدول الداخلية الحبيثة بمين بالعالم الخارجي لابد من المرور عبر أراضي الدول المجورة لها فده بيأثر بشكل سلبي على قوة الدول وإحنا النهاردة حلقتنا وقلنا المقاومات الطبعية المؤثرة على قوة مين قوة الدولة طب هل في وسيلة اتصال لدولة داخلية بالعالم الخارجي غير انها تمر عن طريق الأرض قال لي ممكن تمر عن طريق الأنهار يعني لو في نهري عندي هنا في قرة أوروبا هذه قرة أوروبا واخد الشكل ده عندي هنا في دولة اسمها دولة السواصرة دولة حبيثة اتصالها بالعالم الخارجي بيكون عن طريق مرور نهر هنا اسمه نهر الراين اللي بيصبه في بحر الشمال يبقى اتصالها بالعالم الخارجي ممكن تستخدم مين؟ نهر الراين الانهار عندي هنا دول برضو هنا وسط أوروبا ممكن تتصل به العالم الخارجي عن طريق نهر اسمه نهر الدانوب الدانوب اللي بيصبه في البحر الأسود يبقى لو قال لي صح والغلط للأنهار أهمية خاصة بالنسبة للدولة الحبيثة قاله صح تعتبر وسيلة اتصال بمين بالعالم الخارجي ومن أشهر هذه الأنهار قلنا نهر مين الراين وأفضل دولة بتستخدمها هي دولة سويسرا لأنها دولة حبيثة ودولة سويسرا دي تقالت في المنهج قبل كده لو تفتكروا أنها دولة متعددة اللغات فيها أربع لغات رسمية إيطالية وألمانية وفرنسية ورومانشا يبقى هنا بتقول الدولة الداخلية الحبيثة دولة طاقة داخل اليابس ولا تشرف على مصطحات مائية مفتوحة اتصالها بالعالم الخارجي قلنا بالمرور عبر أراضي الدول المجورة وللأنهار أهمية خاصة بالنسبة لمن للدولة الحبيثة لأنها أحد أهم الوسائل أنها توصلها بالعالم من الخارجي طب لمنين يتكلم عن الدولة الحبيثة دي مين أكبر القارات فيها دولة حبيثة؟ قال لي إفريقيا قارة إفريقيا أكبر قارة في العالم فيها دولة حبيثة ومن أشهر هذه الدول هنا في المكان ده دولة أسيوبيا نبص مع بعض كده ونشوفها إن شاء الله برضو على الخريطة هذه دولة أسيوبيا دولة حبيثة عندي هنا في دولة اسمها أوغندا هي دولة حبيثة والغريب بقى يا مصر أحمد أن دولة أوغندا دولة حبيثة رغم أنها بتطل على مسطح مائي بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا طب إزاي بتطل على مياه ودولة حبيثة؟ قال لي لأن بحيرة فيكتوريا دي بحيرة مغلقة مقفولة يابس من كل نحن وعشان كده بقولوا للدولة البحرية بتطل على مسطح مائي ماله مفتوح آه تمام يبقى هنا يا جماعة أكبر قارات العالم من حيث الدول الحبيثة هي قارة أفريقيا أفريقيا وأشهر الدول الحبيثة عندي أسيوبيا أسيوبيا وعندي دولة أغندا رغم أنها بتطل على بحيرة بكتوريا بياليها قارة أسيا يبقى أفريقيا ثم أسيا أسيا وأشهر الدول الحبيثة في قارة أسيا أفغانستين ودولة اسمها منغل ثم قارة أوروبا تمام وقولنا أشهر الدول له قلنا ليسا بنقول دولة اسمها دولة سويسرا وأقل القارات يا مصدر أحمد هي قارة أمريكا الجنوبية إذا ترتيب الدول من حيث الدول الحبيثة أفريقيا ثم أسيا ثم أوروبا ثم قارة أمريكا الجنوبية طب سؤال يا مستر راحب هل في قارة ما فيهاش دول حبيسة؟ هل في قارة ما فيهاش دول حبيسة؟ آه فيه طب من القارة اللي ما فيهاش دول حبيسة يا قارة أمريكا الشمالية؟ قارة أمريكا الشمالية طب علشان نوضح أكتر نبص كده مع بعض أدي قارة أمريكا الشمالية أدي أشهر الدول اللي موجودة فيها عندي هنا ولاية اسمها ولاية ألسكا عندي دولة هنا اسمها دولة كندا ودي البحيرات العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وهنا دولة اسمها المكسيك هنا ما فيش دولة حبيسة ليه؟ لأن دولة كندا والولايات المتحدة والمكسيك بتشرف على محيط هنا اسمه المحيط الأطلنطي وبتشرف هنا على محيط اسمه المحيط الهادي إ Lyban لو قال لي اختر الإجابة لو جالي سؤال قال لي اختر الإجابة الصحيحة من بينه القصين اهه من القارة التي تخلو من الدول الحبيسة يقول لي آسيا ولا إفريقيا ولا أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية أقول له قارة أمريكا الشمالية من القارات التي تكلو من الدول الحديثة نفس الوضع ممكن ينطبق على قارة أستراليا هي قارة ودولة في نفس الوقت لأن المياه بتحط من جميع الجهد يبقى إذا مصر أسمنا المواقع لنوعين في موقع فالكي وموقع جغرافي وعرفنا الموقع الفالكي والموقع بالنسبة خطوط الطول ودوار العرض الموقع الجغرافي والموقع بالنسبة اليابس والماء طيب الموقع الجغرافي ممكن نديه له عناصر مستقى منه تاني قال لي آه ممكن نقول موقع الدولة بالنسبة للدول المجورة يعني موقع الدولة بالنسبة للدول المجورة قال لي هناك دول بيجورها عدد قليل من الدول يعني دولة ملهاش جيران كتير حواليها زي الولايات المتحدة الأمريكية كنا لسه بنقول أهوة الولايات المتحدة الأمريكية من الدول قليلة الجيران طب نبص مع بعض كده مصر قلنا هنا ولاية مين؟ ألسكا هنا دولة كندا وادي البحارات العظمة وهنا الولايات المتحدة الأمريكية وهنا المكسيك بيجاورها دولتين بس كندا فوق والمكسيك تحت كندا برضو من الدول بيجاورها عدد قليل من الدول بيجاورها دولة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية طب مين تاني من الدول بيجاورها عدد قليل من الدول المغرب دولة المغرب هي دولة عربية بيجاورها عندي هنا الجزائر دي دولة المغرب وبيجورها هنا دولة اسمها دولة موريتاني جميل طب إذا كان هناك دول بيجورها عدد قليل من الدول ففي دول بيجورها عدد كبير من الدول وأشهر هذه الدول دولة الصين خمستاشر دولة خمستاشر دار السودان سبع دول طب كتر الجران ده مستر أحمد قال لي لازم تعرف أنه صلاح زوح الدين يعني ممكن يأثر على قوة الدولة سلبا أو إجابا طب يأثر إجابا إزاي تبادل تجاري أو يحصل تعاون بين الدول زي الاتحاد الأوروبي 28 دولة متحدين بقى معك يبقى هنا ما النتائج المترطب على إحاطة الدولة بعدد كبير من الدول أقوله سلاح زوح حدين ممكن يبقى إجابي يحصل تعاون فتزداد قوة الدول كما هو الحال في دول غرب أوروبي وممكن كتر الجران يصير مشاكل سياسية ممكن يعمل مشاكل بين الدولة وبين جرانها كما هو الحال في دولة السوداء يبقى الموقع الجورة بنقول دول داخلية بنقول دول بحرية بنقول موقع الدولة بالنسبة للدول المجورة وقلنا الدول المجورة ممكن دولة يجورها عدد كبير من الدول وقلنا ده سلاح زوح حدين وقلنا الدول يجورها عدد كبير زي الصين 15 دار السوداء 7 دول وده برضو هيعتمد على نظرتنا من خريطة ونشوف مين الدول اللي لها جران كتير ومين الدول اللي جرانها أولينا طيب لما نجي نتكلم على مواقع أخرى هنتكلم على المواقع المركزية والمواقع الهامشية يعني مواقع مركزية مصر رحمل الموقع المركزي ده بيتوسط العالم زي مين موقع مصر ماله موقع مصر بيتوسط قرات العالم الأدين أما المواقع الهامشية يبنقول كده المواقع المركزية هي المواقع المتوسطة جغرافيا طيب يدي مسائل لأنه زي مين موقع مصر ماله موقع مصر لأنه يتوسط قرات العالم الأدين طيب بالنسبة للمواقع الهامشية أنه توجد على أطراف العالم موجودة فين؟ على أطراف العالم مثال موقع دولة نيوزلندا طيب لو قال لي صح والله غلط يا مصر أحد موقع نيوزلندا أفضل من موقع مصر أكيد خطأ أكيد خطأ ليه أقوله لأن نيوزلندا دي من المواقع مين؟ الهامشية اللي موجودة على أطراف العالم فبيأثر بشكل سلبي على علاقتها أكيد وحجم علاقاتها وحجم التبادل التجاري بينها وبين دول العالم عكس دولة مين؟ مصر بالتتوسط العالم القديم فحجم العلاقات وحجم التبادل التجاري هيزيد عن المواقع الهامشية يبقى فعلا الموقع ممكن يأثر على قوة الدولة سلبا أو إجابا يبقى أننا فيه موقع فلكي وأننا فيه موقع جورافي وأسلنا الموقع الجورافي إلى دول داخلية ودول بحرية وأننا فيه مواقع بنسميها موقع الدولة بالنسبة للدول المجورة وأننا فيه مواقع مركزية ومواقع هامشية هل فيه أنواع أخرى لمواقع ممكن تأثر على قوة الدولة؟ أي وفي عوامل ممكن تأثر على قوة الدولة من حس الموقع طب ليه الموقع ده بيكتسب أهمية كبيرة أكيد في سبب أنه بيتحكم في طرق الملاحة بيتحكم في طرق التجارة زي قناة السويس في مصر زي مضيق جبل طارق زي مضيق باب المند زي مضيق هرموس يبقى المواقع الهامشية لما نتكلم على المواقع الهامشية نقول يا مصر أحمد المواقع آسف لما نتكلم على المواقع الاستراتيجية المواقع مين الاستراتيجية الاستراتيجية ايه المقصود بالمواقع الاستراتيجية قلنا هي المواقع التي تكتسب اهمية بالغة قلنا ليه بتكتسب أهمية بلغة قال لي نظراً لإشرافها نظراً ليه لإشرافها مش إشراف بس قال لي وإمكانية تحكمها هي ممكن تتحكم يطار تتحكم في طرق الملاحة قلنا سواء برية أو بحرية وقلنا من أشهر المواقع الاستراتيجية قناة السويس عندنا في مصر دي بتتحكم في طرق الملاحة ونشوفها على الخريطة حالاً ومضيق اسمه مضيق باب المندب وهنعرف مين الدول اللي بتشرف عليه ومضيق اسم مضيق جبل طارق هرمز ومضيق اسم مضيق جبل مضيق جبل طارق طب يلا مستر أحمد بقى نوضح الكلام اللي احنا شفناه ده على الخريطة ناخد فصل قصير استاذيناكم فصل قصير ونرجع بالخريطة مع مستر عاطف بشرة هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء موسيقى اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء ورجعنا لكم تاني مع مسترعات مسمعين بسم الله الرحمن الرحيم أدي الخريطة قدامنا سنة تالتة بقى ونطبق الكلام اللي احنا قلناها على الخريطة احنا ابتدنا بالموقع الفلكي وقلنا الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول دور العرض بص معايا مستر أحمد كده أدي أدي دائرة أو خط طول رئيسي هنا اللي هو خط جرينيش اللي بيقسم الكرة الأرضية إلى شرق وغرب احنا اتفقنا أن فيه 180 خط طول شرق جرينيش و180 خط طول غرب جرينيش وقلنا خطوط الطول بتفيد في تحديد الوقت أو الزمن طب بص معايا كده هنا أدي دولة روسيا الاتحادية واخدى شكل بص معايا كده مستر أحمد واخدى شكل مستطيل بتمتد من الشرق إلى الغرب بمسافة كبيرة فهيلاقي فيها هنا خطوط طول كتير فبالتالي هيؤدي إلى اختلاف التوقيت بين الشرق وبين الغرب طب الكلام ده ينطبق على دولة مستطيلة كده زي دولة شيلي بتمتد من الشمال للجنوب قال لي لا ليه لأن هنا المسافة زي ما أنت شايف كده هو أن هنا خطوط الطول هتبقى قليلة تمام ولكن بيزداد فيها مين؟ دوائر العرض تمام ودي دوائر العرض الرئاسية ده خط الاسواء اللي بيقسم الكرة الأرضية إلى الشمال وجنوب واتفقنا أن فيه تسعين دائرة عرض شمال خط الاسواء وتسعين دائرة عرض جنوب خط الاسواء وقلنا أن دوائر العرض هي الأكتر أهمية لأنها بتحدد الملامح العامة لمناخ الدولة وتأثر عن نشاط البشري للسكان طب سؤال يا مصر أحمد لو قال لك أنت عايز تعمل مشروع اقتصادي أو استثماري في دولة كندا تبعد عن المناطق الشرقية ولا المناطق الغربية ولا المناطق الشمالية ولا المناطق الجنوبية من دولة كندا أكيد هبعد عن المناطق الشمالية لأن هنا بقرب من الدائرة القطبية الشمالية وده الخفاض شديد في درجة الحرارة والأراضي هنا بيأثر بشكل سلبي على نشاط البشري طيب إحنا قلنا ده خط الاستواء دوائر العرض الرأسية عندي هنا مدار السرطان ركز معي كده مدار السرطان ماشي في قارة أمريكا الشمالية وماشي هنا في قارة أفريقيا وفي قارة أسيا فممكن سؤال يقول لي اختر الإجابة يمر مدار السرطان في كل القارات الآتية ما عدا ويقول لي أسيا ولا إفريقيا ولا أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية أقول له أمريكا الجنوبية ما فيهش مدار السرطان نفس الوضع ممكن يقول لي اختر الإجابة يمر خط الاستواء رحز معي كده ماشي في قارة أمريكا الجنوبية مزبور وماشي في قارة أفريقيا وماشي في قارة أسيا فيقول لي هنا يمر خط الإسواء في القارات الآتية ما عدا يقول لي أسيا ولا أفريقيا ولا أمريكا الجنوبية ولا أستراليا يقول له قارة أستراليا نفس الوضع بالنسبة لمدار الجدل ده مدار الجدل بيمر في قارة أستراليا وبيمر في قارة أفريقيا وبيمر في قارة أمريكا الجنوبية فممكن برضو من الأسئلة برضو اللي تعتمد على شئ من الفهم يقول لي يمر خط أو مدار الجدل في قارة في القارات الآتية معدى قارة يقول لي أستراليا ولا إفريقيا ولا قارة أمريكا الجنوبية ولا قارة أمريكا الشمالية يقول له معدى قارة أمريكا الشمالية نيجي بقى للنقطة المهمة جدا أنه هو الموقع الجغرافي اللي هو الموقع حسب اليانس والمية نحن قلنا هناك دول بحرية تشرفها البحر بجهة واحدة أدي دولة شيلة تشرفها البحر بجهة واحدة عندي هنا أدي السودان هي دولة السودان بتطلع على البحر الأحمر بجهة واحدة عندي دولة موريتانيا بجهة واحدة عندي دولة سوريا بجهة واحدة وقلنا هناك دولة بتشرف على البحر بجهتين قلنا زي مصر بتطل البحر الأحمر والبحر متوسط والبحر متوسط المغرب بتطل على البحر متوسط طول محيط الأطلانتي الصومال يا مسترحمن بص كده بتطل على خليج عدم وبتطل على المحيط الهندي اليمن اليمن دولة بحرية بتشرف على البحر بجهتين على البحر الأحمر وخليج عدم سلطانة عمان بتشرف على خليج عمان وبتشرف على بحر العرب أو المحيط الهندي ممكن سؤالي يا مستر أحمد يقول لي إيه القاسم المشترط إيه العام المشترط بين الصمام وبين اليمن أو بين اليمن وبين مصر من حيث الموقع الجرافية يقوله كلهما دول بحرية وكلهما يشرف على البحر بين جهتين طيب إحنا قلنا فيه دول بحرية تشرف على المياه من جميع الجهات زي اليابان بص كده معايا مصر هادي مياه من جميع الجهات هنا الفلبين من جميع الجهات عندي هنا استراليا من جميع الجهات مدغاشقر جزر القمر عندي هنا المملكة المتحدة إذن أي دولة المياه بتحطها من جميع الجهات إحنا بسميها دولة جزرية طيب إحنا قلنا الدول الداخلية لو تفتكر يا مصر قلنا أكبر قارة فيها دول حديثة هي قارة إفريقيا فبص معايا كده هادي دولة شات ما بتطلش على مياه ادي دولة ودولة ودولة من جمال جهات نايجر عندي هنا دولة مالي دولة حبيسة عندي دولة هنا اسمها بوركينا فاسو دولة حبيسة السودان دولة بحرية بتطلع على البحر الأحمر لكن جنوبها دولة هنا اسمها جنوب السودان دولة حبيسة وغندا دولة حبيسة زنبيا بص كده معي دي دولة زنبيا دولة حبيسة عندي دولة اسمها زنبابوي دولة حبيسة بيتسوانة دولة حبيسة هي أكبر قراط العالم من حيث الدول الحبيسة يا قارة أفريقية. طب نطلع مع بعض كده مصر أحمد دول حبيسة في قارة أسيا. هنلاقي هنا منغوليا هي دي دولة حبيسة. مبطلش على بحر أو محيط. كزاخستان دولة حبيسة. عندي هنا دولة اسمها أفغانستان دولة حبيسة. طب بص كده في أمريكا الجنوبية الدول الحبيسة في أمريكا الجنوبية دي دولة اسمها بوليفي دولة حبيسة. بارجوي دولة حبيسة. وهي أقل القارات من حيث الدول الحديثة قارة أوروبا اتفقنا أن هنا في دولة اسمها دولة السويسرة دولة السويسرة دي من الدول الحديثة ولو تفتكر قلنا أنها بتستخدم نهر الرين في اتصالها بالعالم الخريج طيب فكن لما قلنا في مواقع مركزية أو هامشية المواقع المركزية قلنا تتوسط العالم زي موقع مصر أما المواقع الهامشية توجد على أطراف العالم زي نيوزلندا طب بصمع فيه نيوزلندا بأقصى طرف الخريطة يبقى دي مواقع هامشية هل الموقع ده بيزداد أهميته عن المواقع المركزية؟ أكيد لا أكيد لا يبقى الوابرة غلط الكلام ده ينطبق على أي دولة مواقع هامشية أو مواقع مركزية طيب لمنيني كلمة سنة ثالثة عن المواقع الاستراتيجية نحن قلنا المواقع الاستراتيجية هي المواقع التي تكتسب أهمية بالغة ليه؟ قلنا نظرا لإشرافة وقلنا مش إشرافة وإمكانية تحكمها في طرق الملاحة في طرق التجارة سواء برية أو بحرية زي مضيق جبل طارق ده الباب الوحيد للبحر المتوسط من جهة الغرب يعني أنت ما تعرفش تدخل للبحر المتوسط أو تخرج منه إلا من خلال مين؟ هذا المضيق اللي هو مضيق جبل طارق عندي فيه مضيق هنا اسمه مضيق سقلية بيفصل بين تونس وبين دولة إيطاليا عندي هنا قناة السويس ده مواقع استراتيجي مصر أحمد ما فيه سفينة تقدر تجيب بترول من منطقة الخليج العربي عشان تروح أوروبا وتعدي من عندنا إلا بص كده مصر هتمشي كده في الخليج العربي على مضيق هرموس وعندي هنا بحر العرب وخليج عدن ولازم تدخل على مضيق باب المندب وتمشي فين؟ البحر الأعمر وتقوم دخل قناة السويس والبحر المتوسط تروح أوروبا يبدا ما أوقع استراتيجي نفس الوضع يبينطبق هنا على مضيق اسم مضيق باب المندب طب مين الدول اللي بتشرف على مضيق باب المندب؟ قال لي اليمن في جهة وجبوتي والصومال في جهة أخر وده له معنى اليمن وجبوتي والصومال دي دولة عربية ودي دولة عربية ودي دولة عربية يبقى مضيق باب المندب هو مضيق عربي خالص عكس تماما مضيق جبل طارق عندي المغرب دولة عربية ولكن أسبانيا دولة غير عربية مضيق سقلية عندي تونس دولة عربية وإيطاليا دولة غير عربية لكن المضيق العربي الخالص عندي هو مضيق باب المندب عندي مضيق هنا اسمه مضيق هرمز بتطلع عليه دولة إيران هي دولة إسلامية ولكنها دولة غير عربية وعندي هنا في سلطانة همان دولة عربية يبال مضيق العربي الخالص هو مضيق باب المندب وممكن نقول لي اختر الإجابة من المواقع الاستراتيجية التي تقع جنوب الوطن العربي يبال جنوب هي أنا أدي الجنوب الوطن العربي هو قلو مضيق باب المند. يلا نطبق مع بعض. تفضل يا مستر. اللي ممكن نشوفها على درسنا معنا. تفضل يا مستر. يريد بقى المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الاسئلة اللي مستر عاطف مجهزها لنا. الصفحة رقم واحد. تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن رحيم سوالنا الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة ثم اه اه ظل الرمز الدال عليها. واحد بيقول لي من الدول التي تتأثر في انشاطاتها الاقتصادية بسبب تعدد دوائر العرض هتبقى دولة شيلي. لان لقلنا دي دولة مستطيلة بتمتد من الشمال الجنوب فيتعدد فيها دوائر العرض. السؤال اللي جاي اعتقد يكون سهل شوية بيقول لي اتباين التوقيت الزمني. يعني بيختلف الوقت من دولة من مكان لاخر داخل الدولة. اه بين موضن شرق وغرب دولة روسيا. تمام. لقلنا اللي انها بتمتد دولة مستطيلة من شرق للغرب. فبيتعدد فيها خطوط الطور. بيقول لي يا مر خط الاسواء في كل القرات الاتية. وقلنا ده يعتمد على امريكا الجنوبية. اي وبيقول لي هنا يا مر خط الاسواء في كل القرات مع ده قارة استراليا. لو بصيت كده تلاقي قارة استراليا. استراليا. هي مبيتال خطوط مزبوط. الاستواء. مه. السؤال الرقم اربع بيقول لي من الدول التي يصل اتصالة بالعالم الخارجي. دولة شاد. لا طبعا دي دولة حبيسة. مه. النيجر دولة حبيسة. مه. ما لدولة حبيسة يبقى السودان لانها بتطل على البحر الاحمر. تمام. سؤالنا رقم خمسة بيقول لي مدار الجدي. يمر مدار الجدي في القرات التالية. مه. فيما عدا. هنبص كده على الخريطة. هيقول لي مدار الجدي ماشي في قارة افريقيا. وماشي في قارة اسيا. وماشي في قارة امريكا الجنوبية يبقى مع عدا قارة استراليا. مه. سؤال رقم ستة قلنا تتشابه دولة مصر. من حيث اشرفها على المسطط من حيث اشرفها على المسطحات المائية مع دولة اليمن. لان اليمن قلنا بتشرف على البحر بجهتين. مه. ومصر بتشرف على البحر من جهتين. شوفوا مع بعض الصفحة رقم اثنين. بننتقل بكم صفحة رقم اثنين والسؤال رقم سبعة. بولي تتشابه دولة الصمار وفرنسا والمغرب وعمان في اشرفها مع المسطحات المائية بجهتين. كنا لسه بدول مصر اه اه والمغرب والصمار وامان من الدول البحرية اللي ابتشاف على البحر بجهتين. لو بصنا لسؤال رقم تمانية بيقول لي هنا الفلبين وقبرص. دي دولة جزرية. لان المياه بتحطى من جميع الجهات. اه بيقول لي السؤال اللي بعد كده بيقول لي من اهم الدول التي تعتمد على نهر الراين. كوسيلة اتصال بالعالم الخاريجي دولة سويسرا. قلنا لان دولة سويسرا دولة حبيسة. اه. وتعد الانهار يا مصر احمد هي اهم الطرق اللي بتوصل الدول الحبيسة بالعالم الخاريجي. تمام. سؤالنا هنا بيقول من الدول العربية قليلة الجيران. اه. احنا قلنا في دولة مصر لها جيران كتير ودول لها جيران قليلة. تمام. احنا عايزين هنا بقى من الدول اللي بيجورها عدد قليل من الدول. طبعا دولة المغرب قلنا بيجورها دولتين. اه. اللي هي دولة موريتانيا والجزيرة. يمين. بعد كده بقول لي من الدول الافريقية التي يجورها عدد كبير من الدول. ده قلنا برضو هيتوقفها على الخريطة. المغرب بيجورها اتنين. مصر بيجورها بشكل مباشر تلت دول. تونس دولتين يبقى الاجابة. الديمقراطية. الديمقراطية. يا التسعة الزاهري الصحيلي في مصر. على ساحل البحر المتوسط طبعا. قلنا البحر الاحمر فيه. نشوف مع بعض صفحة رقم ثلاثة. نشوف صفحة رقم ثلاثة. يقول لي يصب نهر الدانوب في البحر الاسود. هي الاجابة السليمة. اه القارة التي تخلو من الدول الحبيسة قلنا قارة امريكا الشمالية. اه. من الدول الحبيسة في نصف الكرة الجنوبي. يبقى هنا بقى لازم ابص على خط الاستواء. هلقيت شاد شمال خط الاستواء مش هتنفع لاجابة. النيجر شمال خط الاستواء مش هتنفع لاجابة. ما لي شمال خط الاستواء. يبقى اجابة خطأ يبقى الدولة الحبيسة في نصف الكرة الجنوبي هي دولة زنبيا. من الدول البحيرية هي دولة بحيرية. يعني دولة بتطلع على بحيرة. وبالرغم من كده دولة حبيثة هي دولة أغندا لأن بحيرة بكتوريا دي بحيرة مغلق من الدول الحبيثة في قارة أسيا يبا لازم نبص على قارة أسيا بقول لي أفغانستان وباكستان العبارة دي غلط لأن باكستان دي دولة بحرية أفغانستان ومنغوليا تمام أفغانستان ومنغوليا من الدول الحبيثة من الدول البحرية هي مش بحيرية لأ الدول البحرية رغم إشرافها على بحر هي دولة كزاخستان هي بتطل على البحر بحر القصوية تمتلك مصر أكثر من ظاهير ساحلي ولكن أكثرهم أهمية هو الظاهير الشمالي المطل على البحر المتوسط نيجي الأخر سؤال يقول يتشابه موقع مصر والمغرب وجبوتي والصومال في الموقع الاستراتيجي طب ليه المغرب وليه مصر وليه جبوتي والصومال في الموقع الاستراتيجية لأن مصر يا مصر أحمد بيمر فيها قناة السويس ده موقع استراتيجي المغرب موقع استراتيجي بتشرف على مضيق جبل طارق جبوتي موقع استراتيجي بتشرف على مضيق باب المندب الصومال هي وجبوتي بتطل على مضيق باب المندب نشوف مع بعض آخر صفحة كده نيجي للسؤال بيقول لي هنا القاسم المشترك كلمة قاسم مشترك يعني العامل المشترك بين إيران والصومال هي المواقع البحرية والاستراتيجية يمكن اعتبار اليابان ذات موقع بقول لي مركزي لا هي مش مركزي ولا استراتيجي ممكن نعتبرها هامشي إنها موجودة نعتبرها إنها موجودة في أقصى شرق الكرة الأرضية تتسم دولة البرازيل بأحطاتها بعدد كبير من الدول ولا قلة الدول المجورة ولا الموقع الاستراتيجي ولا كل ما سابق قلنا ده يعتمد على نظرتنا الخريطة والإجابة السليمة هي رقم ألف بيجورها عدد كبير من الدول السورة رقم 25 بقول لي من المواقع الاستراتيجية التي تقع جنوب الوطن العربي كنوا لسه بنقول يا مستر أحمد هو مضيق باب المندب بتشرف دولة إيطاليا وتونس قلنا إيطاليا هي دولة غير عربية وتونس دولة عربية اللي اتنين بيشرفوا على مضيق اسم مضيق ثق اللي اللي هي الإجابة رقم دينا من المواقع الاستراتيجية التي تخضع للسيادة عربية كاملة مين الموقع الاستراتيجي اللي بيخضع للسيادة عربية كاملة باب المندب تمام مستر أحمد لأنه بيطل عليه الجبوتي والصمال في ناحية واليمن في جاء أخر أخيرا يتمثل الفرق بين دول غرب أوروبا والسودان تقدر يا مستر أحمد طلع إجابة غرب أوروبا والسودان الفرق بينهم يتمثل في النقطة رقم ألف اللي هو الاستقرار السياسي لأن احنا قلنا دولة السودان بيجاورها عدد كبير من الدول فبيصير مشاكل سياسية عكس دول غرب أوروبا بيجاورها عدد كبير ولكن هناك تعاون بين الدول فساعد على قوة الدول وتقدمه تمام أحسن تنسى راطف وشرفتنا وحلقة من الحلقات الممتعة والتمنى أن طلابنا كلهم يكونوا استمتاعوا معنا بالحلقة شرفتنا مصر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء